مفرق كابلان في تل أبيب يعود ليمتلئ من جديد بعشدات ألاف الإسرائيليين الغاضبين من حكومة نتنياهو وهي المرة الأولى التي تسمح فيها الشرطة الإسرائيلية لمنظمي الاحتجاجاته بالتظاهر في كابلان منذ السابع من أكتوبر يوحد المتظاهرون هنا مطلبهم في انتخابات فورية ويوحدهم غضبهم من نتنياهو شخصيا الذي يماطل في تنفيذ صفقة تبادل أسره ولا يريد للحرب أن تنتهي هذا المشهد وقع في مفرق عزرائيلي مؤيد لنتنياهو يدهس خمسة متظاهرين أمام أعين الشرطة خدشي مروقي مشترت إسرائيل يدى لأعرخ الأفغانات برخبات تل أبيب בשבועות האחרונים מאז שהתחדשה המחאה רואים ובירור כיצד המשטרה מסרבת להערך במרכז תל אביב לסגור נתיבי תנועה מרכזיים לפתוח נתיבים חליפיים המשטרה מעוניינת בלייצר עימות והתנגשות עם המפגינים כדי להפוך את המחאה הלגיטימית של רבבות אזרחים שקורים לעסקת חטופים שיוצאים כנגד התנהלות המשטרה להפוך את ההפגנות הללו להתקהלות בלתי חוקית מדובר במדיניות מחווינת של המשטרה לפוצץ את התחדשות המחאה وهنا أمام مقر الهستدروت وقف آلاف المتظاهرين يطالبون رئيس الهستدروت بالانضمام إلى الإضراب في محاولة ضغط على حكومة لتنياهو الشرطة التي انتشرت بكثافة هذا المساء ووزعت حواجز عديدة تعاملت بعنف غير مبرر مع المتظاهرين وهو ما قرأه المتظاهرون هنا بأن شرطة بن كبير لا تخدم المواطنين بل تخدم أجندة الحكومة المتطرفة الخيالة حاولوا إرهاب المتظاهرين والاعتقالات كانت عنيفة ضد المتظاهرين يحملون لافتات ويهتفون فقط أما في مدينة القدسي فلأولي مرجة تصادق الشرطة وتسمحوا بالتظاهر أمام بيت نتنياهو بشكل مباشر نتنياهو رאש الممشلة שלנו وهو עדיין לא לקח אחריות כבר חצי שנה على ما שקורה במדינה على זה שיש 134 خطفين בעזה لا نورمالي مبخينتي لا يجيوني لا يجيوني شغلوس يمسبيك بشكل يخزير أما بيت أنا محاكاش يخزرو وأني مهود بعد خيرات كي זה لا يجيوني شم مدين مخزكين مع مرور نصف عام منذ بدء الحرب تعمل احتجاجات معظم المدن المركزية ومفارق الطرق الرئيسة في إسرائيل تعود الاحتجاجات لتصبح منظمة وشبيه بالاحتجاجات ضد الانقلاب القضائي ومساء كل سبت قوات الشرطة تعمل في حالة تأهب ومعها يتعظم الغضب ضد شخص واحد هو رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيمين نتنياهو